بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو في قناة الشرح على اليوتيوب النهاردة ان شاء الله هنبدأ في سلسلة تصميم الموشن جرافيك من خلال الهاتف فقط في السلسلة دي ان شاء الله هنتناول فيها بعض الفيديوهات اللي هتهتم بالتصميم الموشن جرافيك او بتصميم فيديو موشن جرافيك او مقدمة فيديو للقناة بتاعتك او صافحة الفيسبوك او اي منتج تاني انت حبه في السلسلة دي ان شاء الله هنشوف كيفية التصميم بكل بساطة وكل سهول ان شاء الله بس ابدعوك في الاول انك تشترك في القناة بتاعتي وتفعل زر الجراز عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله هنقدمه في القناة وتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيد باكبر قدر من الامكان ان شاء الله التطبيق ده بيتاح لك ان انت تنزل بعض الفيديوهات من على اكتر من الموقع سواء كان فيسبوك او يوتيوب او اي موقع انت عايز تنزل فيديوهات من عليه طيب انا باجي على الموقع ده وبحاول ابحس على ما انا عايزوه يعني مسلا عن فبحس عن وبشوف الفيديوهات اللي انا ممكن اخد منها لقطات او اخد منها قالب معين استخدمه فيما بعد في الفيديوهات بتاعتي طيب ولكن على سبيل المثال الفيديو اللي هو قدامنا ده ننزل الفيديو ده ونستعمله فيما بعد في التصميمات بتاعتني ورجعنا مرة تانية ده تطبيق التطبيق ده بيتاح لك ان انت تتنزل بعض الفيديوهات من على اكتر من موقع سواء كان فيسبوك او يوتيوب او اي موقع انت عايز تنزل فيديوهات من عليه طيب انا باجي على الموقع ده وبحاول ابحس على ما انا عايزوه يعني مسلا عن فبحس عن وبشوف الفيديوهات اللي انا ممكن اخد منها لقطات او اخد منها قالب معين استخدمه فيما بعد في الفيديوهات بتاعتي طيب ولكن على سبيل المثال نحتاجها او ممكن نستفيد منها زي ما تشوفين فيه اكتر من كرومة يعني بيكون يعني الكرومات دي مفيرة جدا ممكن نستخدمها في التصميم ان شاء الله فهنشوف مع بعض كرومة زي الكرومة دي كده مثلا على سبيل المثال او اي كرومة تانية اهلا بيكو يا شباب راجعنا مرة تانية وده تطبيق كين ماستر طبعا انا نزلت اكتر من فيديو يعني ممكن من خلاله اعمله اص او تطيع وممكن يفيدني فيه التصميمات اللي هتيجي بعد كده طيب ولا يكون على سبيل المثال فيديو زي الفيديو ده الفيديو ده يعني زي ما انتم شايفين كده في بعض اللقطات اللي انا ممكن اخدها واعمل لها دامج مع اللقطات اللي هتيجي بعد كده وده هيفيدني كتير جدا لان انا يعني ما عنديش الامكانيات ان انا اشتري مثلا برنامج زي اه افتر افكت او كده عشان ابدأ عليه امكانياتي محدودة وبحاول اطور من الامكانيات بتاعتي طبعا نقطة زي النقطة دي او اللقطة زي اللقطة اللي انا شايفينها دي ممكن نيجي هنا كده ونعمل ومن هنا كده نحاول نعمل اص برضو على سبيل المثال وليكن هنا برضو طيب في حاجات انا ممكن اخدها وعمل لها اص زي ما نعمل لها يعني اص للفيديو نفسه بالشكل ده زي ما انت شايفين ده الفيديو نظهر بشكل كويس ممكن بعد كده ناخد ناخد الفيديو ده او التصميم ده وندمجه فيه ما بعد او نعمل له عملية دمج في القاطة التانية طيب في اكتر من القاطة انا عملتها هنا دي بعض الانتقالات او الانتقالات اللي انت ممكن تاخدها وتعمل لها يعني زي قص للفيديو دي كانت لمحة سريعة عن تصميم وعن السلسلة اللي هنقدمها ان شاء الله من خلال الفيديو ده انا بدعوك للاشتراك في القناة بتاعتي القناة المتوضعة انك تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بنقدمه سواء في السلسلة دي او اي فيديو ينزل جديد تستفيد منه ان شاء الله ولكل المتابعين بشكركم جدا كان معكم محمد من قناة الشرح على اليوتيوب اشوفك في الفيديو الجاي السلام عليكم